السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في سادس فيديو من ضمن سلسلة فيديوهات شرح مميزات سوبر كليك ERP شرح مميزات نظام سوبر كليك المتكامل الخاص بإدارة شركات المكاولات حضرتك تقدر تطلع على جميع فيديوهات شرح مميزات نظام سوبر كليك من خلال قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة بالنظام رابط قائمة تشغيل الفيديوهات هيكون متوفر لحضراتكم أسفل هذا الفيديو مباشرة باستعراض قائمة التشغيل حضرتك هتقدر تطلع على جميع فيديوهات شرح مميزات نظام سوبر كليك المتكامل الخاص بإدارة شركات المكاولات نظام سوبر كليك مقدم لحضراتكم من شركة سوبر M Soft for Advanced Solutions سوبر Management Softwares وهي شركة تقدم خدمات البرمجيات والتسويق الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية وخدمات تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف الزكية بالإضافة إلى أنزمة ERP الخاصة بإدارة مختلف أنشطة المؤسسات التجارية وأنزمة ERP الخاصة بإدارة شركات المكاولات وأنزمة ERP خاصة بإدارة الفنادق وتأجير الوحدات السكنية بالإضافة أيضا إلى أنزمة ERP وعدة منصات إلكترونية لإدارة المؤسسات التعليمية بتقنية التعليم عن بعد حضرتك تقدر تطلع على جميع خدمات الشركة وأنزمة الشركة وصابقة أعمال وعملاء الشركة من خلال رابط موقعنا الإلكتروني www.supermsoft.com اطلعنا في الفيديوهات السابقة على أهم المميزات داخل نظام Super Click المتكامل لإدارة شركات المكاولات واتفقنا أن النظام بيشتغل باللغتين العربية والإنجليزية بشكل كامل حضرتك تقدر تستخدم النظام باللغة الإنجليزية بشكل كامل وتطلع على كافة البيانات والتفاصيل باللغة الإنجليزية حضرتك تقدر تغير اللغة إلى اللغة العربية بسهولة وتستخدم النظام باللغة العربية بكل سهولة النظام بيدعم العمل من خلال اللغتين العربية والإنجليزية نظام سوبر كليك قابل للتعديل والتطوير وفقا لاحتياجات كل مؤسسة كل شركة مقاولات عندها تعديلات عندها تطويرات محتاجة انها تطورها على النظام احنا بنوفر لحضراتكم التعديلات والتطويرات النظام قابل للتعديل والتطوير بشكل كامل نظام سوبر كليك قابل للعمل بطريقتين قابل للعمل بنظام الانلاين تقدر حضرتك تستخدم النظام من أي مكان وفي أي وقت يقدر المهندس من الموقع يقدر الفني من الموقع يستخدم النظام يقدر الإدارة من الموقع أو من المكتب يقدر أنه يستخدم النظام فقط بيحتاج إلى اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور وحضرتك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بيك تقدر أنك تتابع الحسابات وتتابع التفاصيل بشكل كامل النظام بيعمل أونلاين من خلال الإنترنت دي أول طريقة تانية طريقة النظام بيعمل مع حضرتكم أوفلاين من خلال شبكة داخلية داخل المؤسسة نفسها بدون الحاجة إلى سيرفر خارجي وبدون الحاجة إلى العمل أونلاين نظام سوبر كليك متوافق على العمل مع جميع أنواع أجهزة الهواتف الزكية جميع أنواع أجهزة التابلت والأجهزة اللوحية وأيضا أجهزة اللابتوب وأجهزة الكمبيوتر البي سي نظام سوبر كليك بيقدم لحضرتك عملية إدارية كاملة بداية من تسجيل المستخدمين تسجيل مواد البناء العملاء والموردين وإدارة البيانات الخاصة بهم إدارة المأولين والأنشطة الخاصة بهم المكاتب الهندسية المشاريع والعقود والمستخلصات الخاصة بهم فواتير الشراء والمدفوعات والسندات الخاصة بها أدارة للخزائن الحسابات البنكية إرادات وسندات قبض مصرفات وسندات صرف حسابات موظفين ميديول HR كامل شؤون موظفين متكملة أيضا متجول حسابات عامة كاملة وأيضا تقارير شاملة وتفصيلية عن جميع العمليات وتقارير خاصة بالأرباح وتقارير خاصة بأرباح المشروعات وغيرها من التقارير التفصيلية والشاملة اللي هنطلع عليها مع بعض في الفيديوهات القادمة في هذا الفيديو هنطلع مع بعض على قسم إدارة المكاولين والمكاتب الهندسية في البداية عندنا قسم أنواع أنشطة المكاولين من خلال القسم ده إحنا بنعمل إضافة لأنواع الأنشطة الخاصة بالمكاولين اللي إحنا بنشتغل معهم نقدر إن إحنا نسجل النوع الخاص بالنشاط أيضاً بيكون متوفر عندنا إضافة البيانات تعديل البيانات حسف البيانات نقدر نحزف حسف محدد نقدر نرتب البيانات تصعودياً وتنازلياً وفقاً للترتيب الأبجدي نقدر أيضاً إن إحنا نبحث من خلال البحث السريع عن نوع نشاط معين نقدر إن إحنا نبحث من خلال فلاتر البحث عن نوع نشاط معين بكل سهولة طبعاً البيانات كلها نقدر نعمل لها إضافة ونقدر نعمل لها تعديل وحسف بكل سهولة نقدر إن إحنا نحفظ البيانات من خلال اختصارات الكيبورد F1 حفظ F2 تفريغ F3 إلغاء للبيانات بعد كده عندنا قسم بيانات المكاولين بنبدأ إن إحنا بقى نسجل بيانات المكاولين بشكل كامل نقدر إن إحنا نعمل إضافة لمكاول جديد نعمل عرض البيانات المكاولة اللي إحنا ضفناه نقدر نعمل تعديل نعمل حسف نقدر أيضاً نحذف حسف محدد للبيانات نقدر إن إحنا نبحث سريعاً من خلال قسم البحث السريع عن مقاول معين أو عن نوع نشاط معين يعني لو بحثنا سريعاً هنا عن معماري خلاص بيجيب لنا أي مقاول موجود في نوع النشاط معماري تمام لو بحثنا هنا بحث سريع عن محمود هيجيب لنا المقاول اللي اسمه محمود البحث بيتم ببداية الحروف مباشرة طبعاً بيانات المكاولين بنضفها من خلال إضافة مكاول جديد هنا بيظهر لنا أهم البيانات الرئيسية في الجدول لكن لو ضغطنا على العرض أو على التعديل على سبيل المثال لو ضغطنا على عرض البيانات هنلاقي موجودة عندنا هنا إيه؟ بيانات كاملة عن المقاول ده والأرصده الخاصة به نقدر إن إحنا نطل على البيانات من العرض نقدر نعمل التعديل لبيانات المقاول لو إحنا عاوزين نعمل لي تعديل بكل سهولة تمام؟ نقدر نخلي الحالة بتاعته غير نشطة نوقف العمل دلوقتي مع المقاول ده نخلي الحالة بتاعته غير نشطة أو نعمل إلغاء تفعيل ليه؟ فبالتالي هو مش بيظهر لنا في أي مشاريع وفي أي عقود ونقدرش نحن نتعامل معاه نهائيا طبعا موجودة عندنا أيضا الأرصده الخاصة بالمقاولين تمام؟ الأرصده دي إحنا نقدر نسجلها كأرصد بداية مدة ونقدر نحن نتابع الأرصده مع المشاريع والعقود اللي بتتم بكل سهولة وبكل مرونة نقدر أيضا إن إحنا نبحث عن بيانات مقاول معين من خلال اسم المقاول نوع النشاط، رقم الهاتف، الحالة نشط أم غير نشط طبعا لو بحثنا بنوع النشاط مثلا معماري فبيجيب لنا كل المقاولين اللي موجود لهم نوع نشاط معماري لو بحثنا بكهرباء أو مباني بيجيب لنا طبعا كل المقاولين التابعين للنوع ده فقط البحث موجود عندنا بأكثر من طريقة بكل سهولة نقدر نبحث عن بيانات معينة نقدر نستعرض البيانات هنا نقدر نتحكم في الأعمدة الظاهرة نخفي أعمدة ونظهر أعمدة نظهر فقط الأعمدة اللي إحنا حابين إن إحنا نعمل تصدير للبيانات بتاعتها في صيغة ملف اكسل نقدر إن إحنا نظهر الأعمدة اللي إحنا حابين نعمل لها طبعا فقط نقدر نتحكم في ترتيب البيانات تصعوديا وتنازليا وفقا للرصيد من الأصغر للأكبر أو من الأكبر للأصغر نقدر إن إحنا نرتب الترتيب الأبجدي طبعا تصعوديا برضو وتنازليا نفس الأمر في كافة البيانات نقدر إن إحنا نرتبع تصعوديا وتنازليا نقدر نتحكم في ظهور هنا 10 قيم فقط 50 قيمة 100 قيمة وهكذا نقدر ان احنا نتحكم بشكل كامل في عرض البيانات وفي الطباعة لو احنا حابنا نطبع البيانات من الاصغر للأكبر وفقا للرصيد من الاصغر للأصغر نضغط على الطباعة فهنطبع هنا البيانات هنا بنطبع البيانات الخاصة بالمقاولين بشكل كامل وفقا للترتيب اللي احنا ايه كنا مرتبينه نقدر ان احنا نحفظ البيانات في صيغة ملف PDF فنظام سوبركليك بيقدم لحضراتكم ادارة شاملة وادارة متكملة لانواع انشطة المكاولين وبيانات المكاولين بعد كنا عندنا المكاتب الهندسية بنسجل البيانات الخاصة بالمكاتب الهندسية بشكل كامل ونقدر ايضا نحن نبحث من خلال البحث السريع عن مكتب هندسي معين من خلال اسم المكتب او رقم الهاتف نقدر ايضا ان احنا نضيف مكاتب جديدة نعدل البيانات او نحزف البيانات او نحزف حسف محدد او نطبع كل المكاتب الهندسية اللي احنا بنتعامل معاها او نتحكم في ظهور طبعا الاعمدة او نعمل لها تصدير في صيغة ملف Excel كده احنا اطلعنا سريعا ايضا على اهم المميزات اللي بيوفرها نظام سوبركليك في قسم ادارة المكاولين والمكاتب الهندسية طيب احنا دلوقتي لحد هذا الفيديو احنا سجلنا مدخلات احنا بندل السيستم مدخلات سجلنا المستخدمين والصلاحيات سجلنا مواد البناء والمخازن سجلنا العملاء والموردين سجلنا بيانات المقاولين اللي احنا بنتعامل معهم والمكاتب الهندسية خلاص بقى محتاجين بقى ان احنا نشوف المشاريع والعقود والمستخلصات بتاعتنا المدفوعات والنسريات والمصرفات والبيانات الكروض لو فيه كروض والضرائب وكل التفاصيل الخاصة بالمشاريع والعقود محتاجين نشوف بقى فواتير الشراء خلاص احنا كده سجلنا مدخلات محتاجين بقى نشوف الخزائن بتاعتنا والحسابات البنكية والتحويلات بتاعت الحسابات البنكية التحويلات اللي بتتم وعملات السحب والاداع في الخزائن محتاجين نشوف بقى الاراضات وسندات القبض كل ده هنطلع عليه مع بعض في الفيديوهات القادمة اتمنى ان اهم المميزات المتوفرة في قسم ادارة المكاولين وانشطة المكاولين ومكاتب الهندسية تكون واضحة لحضراتكم حضراتكم تقدروا تتابعوا سلسلة الفيديوهات الخاصة بشرح مميزات نظام سوبر كليك من خلال قائمة التشغيل الخاصة بالنظام رابط قائمة التشغيل هيكون متوفر لحضراتكم اسفل هذا الفيديو مباشرة احنا في انتظار استفساراتكم في انتظار تواصلكم معنا من خلال موقعنا الالكتروني www.supermsoft.com رابط الموقع ايضا هيكون متوفر لحضراتكم اسفل هذا الفيديو مباشرة وفي انتظار تواصل حضراتكم من خلال الارقام الموضحة اسفل الشاشة شكرا ليكم تابعونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة